النهاردة مثلا أنا قردت إحصائية والنادي الأهلي عمل 28 محاولة على الجون النهاردة فيها 6 انتارجت تخيل لو جاب جون أو يعني هقولك إيه نقل زمان ربع جون آه كل حاجة تفتح وأقال كده برضو النهاردة في المؤتمر قالك لو جبت جونك هل الأمور هتفتح وأجيب أكتر فهي دي مشكلة في النادي الأهلي ومشكلة لازم علاجها بسرعة هل هي مشكلة في النادي الأهلي ولا مشكلة في الكورة المصرية عظيم مشكلة في الكورة المصرية طبعا عموما آه طبعا إن انت ممكن تدافع كويس جدا بس في رقيتك ما ترجمش لا لا مشكلة في الكورة المصرية في العنصر يعني إحنا عندنا هتدفين كهرباء بيجيب الجوان صح شريف بيجيب الجوان هتلاقي مروان حمدي بيجيب جوان مروان محسن بيجيب الجوان هتلاقي أحمد عاطف بيجيب الجوان صح لكن انت نادي بطل خد بالك الحاجات الغريبة النادي الأهلي أحسن هجوم وأحسن دفاع أي وأحسن هجوم وبيضيع جوال مؤثرة بشكل كبير جدا ففي نوعية نوعية اللي هي شغلتها تجيب الجوان النادي الأهلي محتاج النوعية دي بلاس بقى على إنه كولر بشغله خلى ناس كتيرة تجيب جوان هكا أهرباء بيجيب جوان وبرسيتاء بيجيب جوان تخيل بقى لو عندك عنصر تاني بقى شغلته جوان بس على الإضافات اللي عندنا من تحت دي الدنيا هتروح في حتة بعيدة كنت بقول قبل كده إنه كلر لما جينادي الأهلي لقى مفيش أهداف ومفيش حد بيخلص فكالأهلي مثلا بيصنع بيصنع معدل من تلتاشر لتمنتاشر فرصة في المباراة تمام دلوقتي هو الراجل بقى إزا بحالك قلت كده تمانية وعشرين وانت طالع ممكن يخلص لا 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 اللي هو حصنع فرص كتير اللي هو عاسه يخش منها جون واتنين الشغل الهجومي من الأطراف ممتاز الشغل الهجومي من العمق ممتاز نوع الباص يتغير في فرقة النادي الأهلي تماما بقى الباص الطولي واللي في العمق بقى أكتر كتير من الباص اللي التحت وبالعرض بقت الاختراك الوينجين ودخلهم كراسات حربة والتكملة في ظهر الديفنس بقى أكتر بشكل كبير جدا كل دا الراجل عملوا في الشكل الهجومي صحيح ناقص إن الفرص مدعش صحيح حسين الشحات بيرس تاو محمد هاني كريم فؤاد قبل ما يتصاب عدد كبير من لعب النادي الأهلي كان جمهور النادي الأهلي مهيئ إن هما يرحلوا عن الفريق أصلي إنه مكنش بيقدموا مباريات كبيرة لموسم الماضي واللي قابلوا كمان فاجئة تحولوا كلهم أنا أنا ذكرتلك أربعة حسنات تحديد كلاش طبعا طبعا كلر ما هو لازم هي العلاقة كلر بيدي أفكار وبيدي تدريب وبيتكلم وبيفرج الناس دا شغله إنت استوعبت ركست نفست هيتعامل معك على هذا الكلام في لعبة معظم اللعبة ما شاء الله فيها تطور بشكل كبير جدا فهي علاقة متبادلة الأساس فيها اللعيب مش المدرب؟ المدرب بيقول ممكن اللعيب ينزل ما ينفس طب لو المدرب ما قلش لا اللعيب هيشتغل على اللي هو عارفه ما عايز اوصل لنقطة ايه وفي لعيبة كتير بتتزلمك كابتن ضيا في الحكاية دي انه ممكن المدرب نفسه ما طورش اللعب ما اشتغلش مع اللاعب فاللعب دا يتقل عليه انه هو لعب سايا واموك ما يكونش لعب سايا يبقى اللي جايبه اللي جايب المدرب اختاره غلط نجاح المدرب في تطوير اداء اللعيبة المفروض انت في نادي كبير جايب لعيبة كويسة طبعا طيب حديت مثال واضح بيت سمو سماني مدرب ناجح نجاح باهل مع النادي الاهلي على مستوى البطولات نفس اللاعبين دول مع بيت سمو سماني ما كانوش بيقدوا بشكل كويس كان ناجح جدا بحد فتلات محدودة ابتديت انتخده انت وانا صح وبقيت الناس لانه التطور واقف بقى اللعيب بيلعب نفس الرتم ونفس البتاعة غير الحالة الصعبة اللي اتفردت على 15 لعيب بس بتستخدمهم فاتفرد عليك جدول صعب جدول صعب فلعيبة ما ادريتش تنفذ فبانت كل العيوب صح الموسم اللي جاي الاهلي محتاج لعبين كسر ولا محتاج عدد قليل من اللاعبين ولو محتاج محتاج في ملاكي زي انت وطني المهاجب انا بالنسبالي ده ده ضروري جدا واعتقد ان الراجل عارف كده لكن معرفش هو طالب ايه طبعا هيجيب حد مكان حمدي هيجيبه حد مكان حمدي وإيه اللي بعد كده معرفش مين هيخرج ومين هيجي بداله والحزبة انت عندك كم اجنبي مش محتاج حد على الشمال مع علي معلول ده ضروري طبعا انا مش عايز ادخل في رائح لا لا طبعا اه طبعا في نهاية حراك مش تاخد القرار لا طبعا بس هي الفكرة ما تيجي عند علي انت همحتاج حد مكان علي مين هيبقى نمرة واحد مين عايز واحد زي علي نمرة واحد لا عايز حد يبقى رقم اتنين ودي نقطة مهمة جدا كم صدر انت قلت معهونا بقولك انت النهاردة علي فاضله سنة معنا ما شاء الله ربنا احفظه علي حاجة كبيرة جدا لكن انا النهاردة لما اجي هجيب مكان علي هجيب واحد نمرة واحد ولا نمرة اتنين اجنبي برضو عشان هو الناس قال لك ليه ما يبقى اشيها هيعطيه طالله مع علي معلول فالحركة بتقول ده مهم جدا مين هيلا بقى ساسي طبعا انت عندك حزبة اجانب وعندك علي موجود وبيقدي والرجل وهو بيقدي كلنا يعني عايزينه دايما شايفينه فهي حزبة لازم جهاز فني يحسبها بشكل كويس لانه السنة الجاية البطولات زادت اكتر البطولات زادت انت هتبتدي بصوبر افريقي وبعدين سوبر ليك وبعدين دوري ما انا عرفش كم كاس قديم وكم سوبر قديم ما انا عرفش كتير اوي بقى بس ما بايش ناعد ده فعندك جدول مشحون مزدحم اه انت بتعمل روتيشن بس ما بتعملش يعني برضو الناس ضغطة على الولد الصغير ام محمد اشرف ضغطين عليه بشكل كبير جدا لانه اه لما بتيجي تبص على حد مكان عالي فبيبص على عليه وده غلط ان انت تحطوا مكان عالي عشان عالي برضو ما كانتش كده فاجئة هو الراجل بيحاول انه يقدي جيم ولا اتنين يرايح فيهم عالي والمطلوب الى حد ما يتعمل لكننا الاهل احنا تعودنا خلال السبع سنين بتوعالي او سيداني البليميكر بتاع الفرقه بتاعنا معلول الباكليفت صحيح صحيح فهده البليميكر ده مفتاح فوز اه كبير جدا في مطشات كتيرة جدا لانه ده الاهل